اخر نوع من انواع الكودينج اللي عندنا هو الاسكي كود احنا اخذنا قبل كده الجري كود واخذنا البي سي دي او البيانيري كود الدسمال ودلوقتي هناخد الاسكي كود ايه هو الاسكي كود الاسكي كود هو عبارة عن 128 كاراكترز ال 128 كاراكترز دول كل واحد منهم بيربرزينت حاجة ومعينة موجودة على الكيبورد يعني خلينا نشوف طبعا الكلام ده مش عليكم بالتفصيل انا جايبلكو الاسكي كود ده او الاسكي تيبل منه على النت فهو مش عليكم يعني في المهنج انا بس هشرح لكم بسرعة كده بالتفصيل طيب دلوقتي انا عندي التيبل ده عبارة عن ايه التيبل ده اول حاجة الكاراكترز او الحاجة اللي بلول الاحمر دي هي كل الحروف اللي موجودة على الكيبورد تمام اللي هي الحروف الانجلش سواء كابتل او سمول والارقام والرموز زي مثلا الاستيريك وعلامة البلس وعلامة المينس والعلامات دي كلها دي العلامات لو تلاحظ هي نفسها اللي بتبقى موجودة على الكيبورد دي كده الحروف الانجلش ومسلا عندنا علامة البرسانتش وعلامة الترارساين وعلامة الاند كل واحدة من العلامات اللي على الكيبورد لازم تلاقي لها اسكي كود موجود هنا مثلا التاب خلينا نشوف التاب فين التاب هي ده التاب تمام التاب ده الكود بتاعه كدسمل هو رقم تسعة وكهكسة رقم تسعة وكاكتل زيرو واحد واحد تمام؟ وطبعا كبينري البينري مش موجود هنا بس لو حولنا التسعة البينري تبقى واحد زيرو واحد تمام؟ طيب التاب ده اللي هو فين في الكيبورد اللي هو الزرار ده اللي هو ده ده كده احنا عارفين ايه ده زرار التاب مثلا حاجة زي زرار الاسكيب ده مثلا زرار الاسكيب ده لي اسكي كود اللي هو ايه اللي هو السكيب اللي هو ده ده الاكتال كود بتاعه ده الهكسة دسمال كود بتاعه ده الدسمال كود بتاعه ولو طبعا البينري كود بتاعه بس هو مش موجود في الجدول تمام؟ طيب زي ما قلت كل واحد من دول مثلا حرف ال ال ده اللي هو ال ال كابتل اللي هو ال 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 نعرف نبدي لكل رمز في الكيبورد الاسكي كود بتاعه او الكود بتاعه ده اللي الطريقة اللي الكمبيوتر بيتعامل بها طيب هم عبارة عن 128 characters هتلاحظت لو بسيت كده على decimal number هتلاقي ان هو من هنا من اول 0 لحد 31 هل هنكابلون مختلف هنا من اول 0 لحد 31 بعد كده 32 لحد 63 وبعد كده من 64 لحد 95 وبعد كده من 96 لـ 127 فهما من 0 لـ 127 فهما بالفعل 128 characters 128 characters اللي هما يعني الـ 127 او الـ 128 لو انت جد كتبتها binary هيبقوا 7 بت ماشي اللي هي 2 قس 7 2 قس 7 كان بـ 128 هما عبارة عن 7 بت طبعا اول 32 characters هما control characters يعني اول 2 characters اللي هما من اول 0 لحد 31 دول كده خلنا انا كده نمسح كل الحاجات اللي احنا عملها دي هو بيقول هنا اول 32 characters اللي هما دول دول هما control characters اللي هما مثلا زي null زي escape زي tab الحاجات اللي احنا بنسخدمها فيه control بعد كده دول كده the first two 32 characters تمام are control characters طيب بعد كده عندنا طبعا الكاراكترز التانية اللي هي مثلا الكاراكترز دي اللي هي بتمثل الحروف الـ capital وعندنا شوية الكاراكترز دول اللي هما بيمثله الحروف اللي صمول وعندنا شوية حاجات بتمثل assembles طيب بعد كده بولي هنا في 1981 IBM شركة IBM عملت extending او خلت الاسكي كده بدل ما هو 7 bit خلته 8 bit بدل 7 bit خلته 8 bit يعني طبعا اتنين هنا اتنين قص سبعة بيسوا مية سبعة وعشرين او مية تمانية وعشرين هي خلته اتنين قص ثمانية يعني خلته بمتين ستة وخمسين ميتين ستة وخمسين طبعا انا مش كاتب الكود بتاع IBM هنا طبعا دلوقتي بمتين ستة وخمسين يعني في مية تمانية وعشرين اه كراكتر تاني اضافه الكراكتر دول بيضافه في ايه بيضافه في حاجات تانية اه مش علينا دلوقتي طيب اه يعني باختصار احنا مش علينا كتير اوي في الاسكي كود انا ممكن اكون شرحت بالتفصيل اكتر من المطلوب مننا فالمطلوب منك انك تفهم من الاسكي كود ده حاجة بتستخدم فيه الكمبيوتر ان هي تربرزنت الكيبورد او الانبوت اللي دخل لكيبورد حاجة زي كده كل حرف من دول لي الاسكي كود بتاعه تمام كده احنا شرحنا الاسكي كود